برجع لك مرة تانية تفتكر الخناءة دي هتخلص على إيه؟ 12 نادي عملاق برؤساء من العمالقة على مستوى الإدارة في مواجهة اتحاد أوروبي عنيف جداً واتحاد دولي يبدو نبرته أهدأ شويتين من الاتحاد الأوروبي شايف الخناءة دي هتخلص على فين؟ مرادة بزيادة في حقوق الأندية على المستوى المادي ولا هننفذ اللي احنا عايزينه هنلعب السوبر ليج؟ صراحة صعب رؤية أو صعب التنبؤ بما سيحدث في الأيام المقبلة لكن يبدو بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مصر على اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف هذا المشروع هناك اجتماع سيكون يوم غد للاتحاد الأوروبي سيحضره الجاني أنفانسينو هذا يدل على تضامن الفيفا أيضا لإيقاف هذا المشروع لكن يبدو بأن العقاب الذي يحضرها الاتحاد الأوروبي بزيادة هذه الأندية المؤسسة لهذا المشروع يبدو أنه عقاب صارم والصعب ربما هذه الأندية ستتراجع عن هذا القرار في حال استطاع الاتحاد الأوروبي لرفع العائدات المالية لكن هي حرب بدأت بقوة ويبدو أنها لن تتوقف الآن نعم نذار حضرت النهاردة أنت المؤتمر الصحفي اللي عملت شفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقد كان عنيفا للغاية وبدأ عليه التوتر والغضب بل ووصف رؤساء الأندية الاثناشر بأنهم ثعابين لم نكن نعلم بوجودهم ولكن الآن علمنا أنهم موجودون بجوارنا كيف رأيت تصريحات شفيرين وكيف رأيت نبرته الغاضبة النهاردة؟ لقد كان صادم ولكنني سعدت بمشاهدات هذا الأمر فأعتقد أنه عبر عن رأي الكثير من الأوروبيين فالبعض يقول أنت لست بالكفاءة الكافية لتكون في الشامبيونز ليغ وهناك فرق كبيرة في أوروبا تم تجاهلها في هذا الأمر لذا أعتقد أنه كان يدافع عن فرقه ويدافع عن بطولاته وهذا أسعد الكثيرين فأيضا تركيا والكثير من البلدات أيدته في هذا الأمر وأيضا إنجلترا بلد عظيم ذو تقاليد كبيرة في كرة القدم ليس مقبول فيها أن تغير هذه التقاليد وتستحدث أشياء وبالطبع نحن نتمنى أن نرى تشيلسي وريال مادريد في منافسة واحدة لذا استبعاد أحدهم غير مقبول لأحد لذا جيمس ميلنون تحدث وقال أن الأمر أيضا غير مقبول فحينما أتحدث مع العاملين في كرة القدم ومن خلف السطار الجميع يعلم ويقول أن هذه فكرة ليست جيدة فبعض الناس قد لا يفهم كرة القدم لذا قد لا يفهم خطورة الأمر ولكن من يفهم الكرة يفهم ضرر هذا الأمر ولكن في النهاية البعض ينظر إلى المصلحة التجارية والعائد من هذا الأمر والبعض ينظر إلى قوة وهيمنة في البطولة وهذا يجعله يتغادى عن بعض الأمور الأخرى فهل الأهم الحفاظ على التقاليد والمتعة في المنافسة أم تحقيق المصالح الشخصية أعتقد أن هذا هو الخط الفاصل ما بين من يؤيد ومن يعارض في هذا الأمر ولكن في النهاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيقاتل بمنتهى الشراسة لإقاف هذا الأمر والطريقة الوحيدة لإقاف الأمر من خلال المقاومة الشديدة فنحن لدينا الست فرق الكبرى لذا يجب أن ينظر إلينا باحترام أكثر من هذا وفي النهاية يسعدني أن أرى ما سيقرره بقية الأندية في النهاية لأن الأمر جلل ويحتاج إلى رأي حاسم من الجميع نعم نذار ابقى معي لأسألك سؤالا أخيرا بعدما أعود إلى زينب الهواري زينب النظامان يبدوان معقدين جدا نظام دوري أبطال أوروبا الجديد ونظام السوبر ليج المعلن منذ أيام أيوم أكثر تعقيدا أو أكثر إمتاعا لو حبيت تتفرج على واحد فيهم اللهي ما فيش واحد أسهل من الثاني لكن الفرق يبقى في أن النظام دوري أبطال أوروبا الحالي ما يجعل منها النظام أفضل هو أن ستكون جميع الأندية يمكنها المشاركة في هذه المسابقة ستحافظ كرة القدم الحالية أو المسابقة ستحافظ على جاذبيتها وأيضا إفارتها سيعطي أيضا الإمكانية لفرق أخرى ليست أنبياء كبرى مثل ريال مادريد وبرشلونة وبايسان جيماء وبايال ميونيخ إلى آخر ستمكنها من المشاركة في هذه المسابقة لكن النظام الحالي لهذا الدوري الجديد معقد جدا يقصد كرة القدم كما قلت في بداية المسابقة لأننا في كل سنة في كل موسم سنشاهد نفس الأنبياء صحيح هناك خمسة أنبياء ستشارك كل سنة سيتم استدعاؤها للمشاركة في هذه المسابقة لكن ذلك لن سيقتل إصارة كرة القدم وربما سنمل لمشاهدة دائما وكل موسم نفس مشاركة نفس الأنبياء صحيح ستكون هناك منافسة قوية لأن هذا الدوري يجمع أكبر الأنبياء وأقواها على الساحة الأوروبية لكن رؤية كل سنة وكل موسم نفس الأنبياء ربما بأن المشاهد الكريم سيمل من مشاهدة نفس المباريات كل سنة نعم نذار هاخد من حديث زينب وهسألك أيهما تفضل أن تتابع سنويا مباراة لتشيلسي مع ريال مدريد ثم لتشيلسي مع برشلونة ثم لتشيلسي مع إيسي ميلان ذهابا وإيابا أم أن تشاهد في سنة تشيلسي ضد آيكس تشيلسي ضد أشبيلية تشيلسي ضد زينت الروسي أيهما أكثر إمتاعا بعيدا عن الخلافات المالية ما بين الأندية واليوافا إذا أخرجنا الأمور المالية وهي كبيرة نعتقد التامبينز ليغ سيكون أكثر إثارة والناس ستحب أكثر كل مرة ترى فريق جديد وهذا مثير والمجموعات ستتغير كثيرا وأيضا مانشستر ينايتد والفرق الكبيرة تستفيد من هذا الأمر فسيكون هذا الأمر أفضل لهم لأن لديهم فرصة أكبر لالفوز لذا أعتقد أن كرة القدم بوضعها الحالي والشامبينز ليغ بوضعها الحالي مفيد ومثير للأندية الكبيرة لذا لا داعي للتغيير والناس أحيانا تفرح حينما يفوز فريق صغير على فريق كبير وهذه متعة كرة القدم لذا هذه الأمور هامة جدا فهناك فرق يمكن أن نخسرها بالنظام الجديد وهذا غير مرضي لأحد أنا أرى تشيلسي يلعب مع نادي صغير مثلا أنه أستمتع بالمباراة وبالنسبة لي هذه المباراة الغير متوقعة تكون أكثر متعة من المباراة الكبيرة والهمة لذا أحب الشكل الجديد للشامبينز ليغ ولكن أعتقد أيضا أن كل من في مصر يشعر بنفس ما نشعره هنا في أوروبا وهو أن الشامبينز ليغ هو الأفضل من إنجلترا الصحفي نزار راكنسيلا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وكان يوما طويلا بالنسبة لك لحضور العديد من المؤتمرات والتغطيات فشكرا لوجودك معنا